السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. النهاردة من قناة اصرار الزراعة في المشاتل هنتكلم عن كيفية اكسار نبات القشطة او فاكهة القشطة عن طريق البزور. واللي قدامنا دي يا جماعة هي بزور القشطة. اهم حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت الدعم بلايك وشير للفيديو علشان يوصل لجميع منصات اليوتيوب. ولكم جزيل الشكر. واللي قدامنا دي دي تربة. واللي الجانب دي تربة خفيفة لتغطية البزور من على الوجه. ومعانا اتنين ورقة علشان تخفيف المياه السقطة على التربة مباشرة. وتنتشر زراعة القشطة في السودان واليمن. حيث كانت تعرف باسم السفرجل الهندي او الاناناس الهندي وتزرع ايضا في مصر. احنا دلوقتي بنبدأ نجهز لعملية نسر البزور. بنبدأ نوزع البزور زي ما احنا شايفين كده. بزرة جنب البزرة التانية او بزرة تلوها البزرة الاخرى. اهما حاجة احنا بنوزع البزور بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. نحاول نحافظ على المسافات ما بين البزرة والتانية مش هقل من اتنين او تلاتة سنتي في القصيص. بتزرع بهذا الشكل. وده الشكل النهائي بعد توزيع البزور آآ على آآ وجه التربة الخفيفة. وبعد ذلك بيتم ترطيط البزور بالتربة الخفيفة اللي احنا شايفينها دي كده. والفاكهة القشطة العديد من الفوائد الصحية والعلاجية. فانها تحسن صحة القلب وتعالج التهاب المفاصل والروماتيزم. ومفيدة جدا للجهاز الغضمي. والوقاية من مرض داء السكر. ولها آآ عوامل عديدة في مصدر الطاقة بالجسم مميزة جدا. وهذا النبات من النباتات المنتشرة. ويزرع في مصر احيانا في آآ محافظات الصعيد. والبحيرة. واسكندرية. وضمياط. هذا المناطق آآ داخل مصر تشتهر بزراعة هذا الفاكهة المميزة. والفاكهة المميزة لها مزاق خاص. هذا الفاكهة من النوع الافضل. آآ فاكهة ممتازة جدا. وايضا تعزز من صحة العيون. ومهمة لصحة العزام. ودعم وتقوية جهاز المناعة بالجسم. والوقاية من فاكر الدم. وهنا بنحط الورق اللي احنا قلنا عليه. علشان نبدأ في عملية ري البزور بشكل منتظم. ونحافظ في عملية الري ان احنا ما نخليش المية تبدأ تفخر في الطربة. علشان البزور تفضل سبتة مكانها. واحدة واحدة مع بعض كده وهنبدأ نروي. زي ما احنا شايفين كده. نصب المية يتم سكب المياه بشكل صحيح ومنتظم. ونحافظ زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجة يا جماعة في الموضوع ده كله او في عملية زراعة جميع البزور هي اتباع الخطوات اللي احنا بنعملها دي. واحدة واحدة علشان نحافظ على نمو البزور بشكل صحيح. ويبدأ معانا البزور بالانبات. ويستحسن زراعة البزور في شهر اربعة اللي هو اه بيبقى في فصل الربيع من شهر اربعة لشهر ستة. فصل الربيع بصفة عامة. وبعد ذلك تم نزع الورق من على آآ سطح التربة. وده شكل الاصيس معانا بعد عملية تكفيف التربة. وبعد مرور حوالي تلاتين او خمسة وتلاتين يوم بتكون خلاص البزور معانا نبتت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ده بزور نبات آآ فاكهة القشطة. وبعد كده بيتم نقلها من قصيص لاخر. وده كل المعلومات عن كيفية اكسار نبات او فاكهة